في موضوع آخر أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطور العمراني شايع الشايع عن إزالة 80% من المعويقات البيئية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني متوقعا تسليم الأرض لتنفيذه 100% من المعويقات البيئية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني الشاية قام بجولة في منطقة رحية وموقع جنوب سعد العبدالله ورفقه خلالها عدد من أعضاء مجلس الأمة واللجنة الإسكانية البرلمانية وأعضاء المجلس البلدي كاميرا الأخبار رصدت هذه الجولة في تقرير خالد الفارس بهدف الوقوف على عملية إزالة معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله قام وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بجولة تفقدية ميدانية في موقع الإزالة وقد أكد الوزير الشايع على أن نسبة الإزالة وصلت إلى 80% والمرحلة القادمة بإذن الله نبي نخلص من هنا نبي نروح حق مكان ثاني لذلك أنا ونحن الناس سعيد جدا لما أشوف البشراء بوجوه أهالي أخواني جنوب سعد العبدالله هذا يكفيني أمانة لأنه في توصيات كبيرة جايتنا من سمو رئيس الوزراء بالحرص والاستعجال على انتهاء خاصة من جنوب سعد العبدالله وبإذن الله تعالى إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله كانت في زيارة سابقة وتم إزالة 30% وزيارة اليوم هي تأكيدا لإزالة 80% من المعوقات الموجودة حتى يتم استكمال إزالة كل المعوقات الموجودة في جنوب سعد العبدالله حضور معاني الوزير اليوم لهذا الموقع يدل على اهتمامه وحرصه على فعلا التأكيد على إزالة كل المعوقات وإن شاء الله نبشر قريبا أهالي جنوب سعد العبدالله بإزالة كل المعوقات والبدء إن شاء الله في البداية في البيت العمر إن شاء الله بالنسبة لجنوب سعد العبدالله المنطقة اللي إحنا فيها الآن قلنا لهم يا جماعة في ثلاث معوقات إحنا حريصين ما تنتهي هذه السنة إلا المعوقات تكون مزالة بالكامل وتوزع هذه المنطقة على المواطنين بأقرب وقت ممكن الحمد لله قدرنا نواعدهم خلال شهرين أن يزال المعوق الأول له المعادل وتمت إزالتها بالكامل وموجودة هناك مزالة الآن تشوفون الأنقاض موجودة وكلمناهم عن الدواجن وهو المعوق الثاني وقلنا شهر ثلاثة باتفاق طبعا مع المسؤولين في المؤسسة والمسؤولين في البلدية لتعاونهم معنا لأمانة يعني كامل التعاون قلنا لهم ما يشهر ثلاثة بإذن الله إلا ثمانين بالمئة من هذا المعوق يزال واليوم إن شاء الله ستشوفون معنا نحن موجودين هنا نشهد مع بعضنا إزالة ثمانين بالمئة حتى اللحظة من هذا المعوق الثاني لها مزرعة الدواجن ومايننا شهر ستة بإذن الله تعالى حتى يزال هذا المعوق بالكامل بعد الإزالة التامة لجميع المعوقات يتوقع أعضاء المجلس البلدي أن يكون شهر أغسطس القادم موعد البدئي بتنفيذ المشروع الحمد تم إزالة معوق المعادل واليوم سوف نزيل ثمانين في المئة من معوق الدواجن بالتعاون مع هذه العامة للزراع والثروة السمكية ومستمرين في الإزالات الآن يجب أن يبدأ التفكير في توزيع القسائم على الأقل على المخطط للمواطنين لأن جدو الإزالة يمشي بسرعة جيدة متوقعين في شهر ثماني القادم المدينة جاهزة بالمشروع المجلس البلدي خطط المدينة باعتبار 40 ألف وحدة سكنية لكن المؤسسة العامة للسكنية أخذت بعل اعتبار المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية وتم تقليصها لغاية 25 ألف وحدة سكنية تفاصيل مشروع بالنسبة لنا لا زالت غير معلومة ننتظر بيان تفصيلي من المؤسسة العامة للسكنية لتفاصيل هذه الوحدات السكنية نحن نتابع وقت ما نرى بأن هذا المشروع تأخرت إزالته أيضا نتدخل بقوة كي يصل إلى الإنجاز وإزالة المعوقات لكن في البداية وفي النهاية الكل الآن أشوف روح التعاون بينهم واتمنى بإذن الله أن هذه الروح التعاون تثمر في إنجاز هذا المشروع لأن فعلا القضايا الإسكانية قضايا مهمة جدا للمواطنين حتى لصاحب البيت نفسه اللي عنده بيت أيضا هذه القضية تهمة جدا لأنها تساعد في حل الأزمة الإسكانية لنعاني منها بدأت عملية الإزالة بعد أن قامت الجهات المعنية بتعويض أصحاب المصانع والمزارع بأراضي بديلة في مواقع أخرى بالإضافة إلى تعويض مادي مع منح مهلة للانتقال إلى المواقع البديلة عملية إزالة معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكني بدأت ترنور وقد جاءت هذه الزيارة للوقوف على بدء إزالة المعوقات من موقع مدينة جنوب سعد العبدالله لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس